قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي واستخدمت القوات الأمنية في السودان هذا الرصاص والمدافع الرشاشة لتفرقة متظاهرين توجهوا إلى القصر الجمهوري أظهرت مقاطع فيديو نزول المئات إلى الشوارع الخرطوم ومدينة مدني في ولاية الجزيرة وسط السودان لمعرفة آخر التطورات ينضم إلينا من الخرطوم مرسلنا تجاني خضر تجاني دعنا في صورة آخر التطورات نعم انطلقت التظاهرات في الموعد الذي حدثه لجانا المقاومة وتوجهت المواكب باتجاه شارع القصر الجمهوري لتصطدم بقوات من الشرطة وقوات من الأمن قامت فورا بإطلاق كميات كبيرة من الغاز المنسيلي للدموع على المتظاهرين الذين لذوا بالفرار إلى مناطق مجاورة مثل موقف شرواني والخرطوم مثلين لحقتهم الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة بتعزيزات إضافية كانت واضحة قد لحقت بها الشرطة والغارضة المحتجين سمعنا دوي إطلاق رصاص في بعض المناطق المتفرقة من أماكن التظاهر والمواجهات وبعد ذلك تضح سقوط عدد من القتلى نتيجة لاستعمال الرصاص الحي والمدافع الرشاشة ضد المتظاهرين وجهت لجنة لاطب نداءات عبر صفحة على فيسبوك طالبت من الجميع متوخي الحيطة والحذر وقالت أيضا بها أن القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي والمدافع الرشاشة المسمى هنا محليا بالدوشكا وتستخدم أيضا القنابل المسيح للدموع وأن هناك عدد من الأفراد قد سقطوا ما بين قتيل وجريح لم يعرف ويحدد عدد المصابين حتى هذه اللحظات إلا أن مصادر من داخل المستشفى الجودة أكدت أن طاقة المستشفى ربما قد امتلعت بالكامل بالمصابين الذين يحاول الكادر الطبي إسعافهم إضافة إلى سقوط قتيل في أم درمان هو الآخر باطلاق الرصاص الحي المباشر على الجسد نتيجة هذه المواجهة نعم إجاني سؤال في الأيام الماضية في الأسبوع الماضية هل كان هناك استخدام للرصاص الحي كنا نعلم بأن هناك كان قمع أو تعامل بعنف مع تفريق هذه التظاهرات ولكن لم نسمع عن استخدام الرصاص الحي هل هناك ما يفسر هذا التطور الخطير اليوم في قمع المظاهرات صراحة نحن منذ البداية لاحظنا ونراقب التظاهرات عندما وصلت إلى موقف شرواني وهي الجهة التي تواجه فيها قوات الأمن وتقوم بوضع سدود بشرية هناك من جهزات الأمن لاحظنا قلة عدد الأفراد الأمن والشرطة الذين يرتدون زي الشرطة الواقفين هناك على غير الأيام السابقة وتسانى عن حقيقة أن يكون عدد الشرطة تقل بدلا عن تزيد خاصة وأن الإعلان عن هذه التظاهرات اليوم كان باكرا وكان عدد المشاركين فيها كبيرا بعد ذلك وصلت تعزيزات إضافية وبدأ إطلاق النار فعلا منذ فترة لم تواجه تظاهرات بإطلاق مباشر للرصاص وكانت تستخدم الغازات المسهلة للدموع والقنابل الصوتي ويرد أيضا رجال الشرطة في بعض الأحيين على المتظاهرين بقث الحجارة التي قذفوا بها ولكن هذا اليوم اختلف بسبب إطلاق النار الذي حدث للمتظاهرين لا ندري ما السبب تحديدا أن يكون في هذا اليوم قمع بهذا الشكل وأن تكون هناك أوامر باستخدام الرصاص من عدمه ولكن استخدمه فعليا ضد المتظاهرين البعض يشير إلى أن وفاة ضابط كبير في الشرطة في اليومين الماضيين ربما أثارت حفيظة البعض ولكن آخرون يرون أن الأمر لا علاقة له بما يحدث الآن وأن هناك ربما استخدام للرصاص الحي لا ندري إذا كان بأوامر مباشرة منه وتقديرات ميدانية ولكن هي المرة الأولى منذ فترة التي تستخدم فيها القوات الأمنية الرصاص الحي وبهذه الكثافة خاصة وأن المدفع الرشاش الموضوع على عربة الدفع الربائي ومدفع هجومي يستخدم في الحروب عادة الغريب التجاني بأن هذا التطور الخطير حصل في ظل الحديث عن المبادرة الأممية وترحيب الأطراف بها وأعلان الحرية والتغيير بتعاطي معها بإيجابية وأيضا هناك وفد من الاتحاد الأفريقي يطرح مبادرة أيضا من أجل التواصل إلى حال سياسي رغم مع هذا الحراك السياسي المتفاعل في المشهد السوداني نتوصل اليوم إلى هذا التطور الخطير في قمع التظاهرات وهذا يعني التعامل مع التظاهرات لقية انتقادا دوليا وإقليميا كبيرا نعم منذ الصباح عدد من الوسائط الإعلامي والمهتمين بشأن السوداني ربما كانت هناك توقعات من قبلهم بأن يكون هذا اليوم يمضي على خير بمعنى أنه قد لا تحدث مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بل وربما وصل صقف التوقعات إلى وصولهم إلى حدائق القصر الجنوبية وتعبيرهم عما يريدون بسبب ما ذكرتي من أجواء ومناخات سياسية كلها تصب في اتجاه التهدي أو محاولة التهدي على الأقل ولكن حقيقة ما لاحظناه في الفترة السابقة كله اختلاف ما يجري فعليا على الشارع مما تتنقله وسائل الإعلام من اتفاقيات ومناورات سياسية ومبادرات ومحاولات وغيرها لا علاقة لها إطلاقا بما يجري على الأرض في كل مرة هي نفس المواجهات هي نفس أدوات القمع والمقابعة التي تقابل بها القوات الأمنية المحتجين بل وتتطور عندما تكون ربما الأمور السياسية في اتجاه تهديئة تتطور هذه العمليات لعمليات قتل واستخدام الرصاص الحي وهو أمر مثير للإستقراف فعلا لا نجد له تفسيرا غير أن هذا هو الواقع السياسة في واد وما يحدث في الشارع في واد آخر لانتجان تقول بأن هناك انفصال بين ما يحصل في الشارع وما يحصل على المستوى السياسي عندما تنزل إلى الشارع وتتحدث مع المشاركين في هذه التظاهرة ما الذي يقولونه عن مسار الحل السياسي ومثلا ما الذي يقولونه عن المبادرة الأممية أو عن التوصل إلى أي نوع من الاتفاقات مع المجلس العسكري هل هناك تصالح مع هذه الفكرة في الشارع للأمانة والحقيقة من نلتقيهم أحيانا في التظاهرات نستطيع أن ندخل إلى وسط المتظاهرين لنطلع على آرائهم وأفكارهم ونسجل إفادات ربما قد يصل بهم الأمر لعدم حضور نشرات الأخبار أصلا لأنهم لا يكترثون لكل التسويات السياسية التي تحدث لا يكترثون لأمر المبادرات وما إلى ذلك يرون أن هناك انقلابا عسكريا في البلد عليه الرحيل يقولون بأن العسكريين يجب أن لا يكونوا في أي فعل سياسي في البلد وأنها مكانهم هو الثكنات ويدعون إلى حكومة مدنية مهما كان شكل الاختلاف بينها ولكن تظل مدني هذه مبادئ أساسية يخرج لها المتظاهرون كل يوم ربما تتعامل قيالات لجان المقاومة مع المواقف السياسية من خلال قبولها المبدئ أو الإشارات التي أبدتها للقبول بالجلوس مع المبعوث الأممي فولكر بريتس ولكنها ترفض تماما الجلوس مع العسكريين وهذا ربما يسر به في المجالس أن لجان المقاومة لا تمانع من الجلوس مع فولكر ولكنها لن تتفاعد بأمر الإنقلابين إطلاقا وأنها تريد أن تبلغه فقط بمبادئها وأهدافها الأساسية التي خرجت من أجل الشارع وأنها لن تعود مهما حدث إذن هو واقع يختلف تماما الشباب الذين في الشارع تتراوح عمارهما بـ 15 وحتى 30 عاما كلهم يرغبون في وضع مختلف تماما عن ذلك الذي يسعى إليه مختلف السياسيين سواء كمتفقين أو مختلفين حول تسويات واتفاقيات مع العسكرين ولكن الشارع يرى منظور آخر وبالتالي عدد من المحللين يرون أن الأمور مهما سارت باتجاه من تهديات أو توافق أو حتى توقيع الوثيقة دستورية أخرى تظل هذه الأسس التي يخرج من أجلها الشارع قائبة وموجودة لأنها في ذهن جيل وليست في ذهن أشخاص كما يقول شكرا لك تيجاني خدر مراسلنا من الخرطوم على هذه الإحاطة شكرا لك